ومتابعة للشأن الفلسطيني مشاهدينا نتحول الآن إلى القدس وهذه النافذة مع الزميل مهند الخطيب تفضل مهند شكرا لك أسد مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة تأتيكم من مدينة القدس نناقش فيها التطورات الأمنية والسياسية في المدينة وفي مناطق فلسطينية أخرى يسورني أنا أرحب بضيفي هنا في الستوديو السيد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه وسيد جندلمان مرحبا بك معنا الأوضاع ما زالت متوترة في مدينة القدس خاصة في محيط الحرام هدأت بعض الشيء ولكن ما الذي فعلت الحكومة الإسرائيلية لتهدئة هذا التوتر الذي كان سبب الأساسي دخول المتشددين اليهود إلى الحرام القدسي أولا الهدوء ينعم في أورشريم القدس عامة وفي جبل الهيكل خاصة منذ أسبوعين ونحن طبعا نراحب بذلك نحن اتخذنا إجراءات أمنية وسياسية من أجل تهديات الخواطر طيب نحكي عن إجراءات الأمنية أولا نعم الإجراءات الأمنية تسمح لكل مسلم يريد ذهاب إلى الأقصى اليوسلي بدخول إلى الأقصى من أجل إدعاء السلاة وفعلا لم تحدث هناك أي عمل شغب في الأقصى إطلاقا خلال الأسبوعين الأخير وطبعا نعمل على حماية المواطنين هنا في الشوارع من عمليات التاعين للأسف الأوضاع لا تزال متواطرة خاصة في منطقة الخليل بسبب معاصلة عمليات التاعين التي نفذها إرهابيون فلسطين خلينا نرجع على الحرام ما الذي فعلت الحكومة لتهدئة التوتر هناك؟ كان حديث عن كاميرات وغير كاميرات ولكن ما الذي تم فعله فعليا لتهدئة التوترات هناك؟ أجرينا حوارا مع الوقف الإسلامية ومع التعرف الأردني من أجل تهدئة الخواطر وتوصلنا إلى اتفاق مع طرفين الأردني والأمريكي حول نصب كاميرات تعمل على مدارسها من أجل البث للعالم ما يحدث تحديدا كل ساعة وكل لحظة من المسؤول عن هذه الكاميرا؟ المسؤول سيكون طرفان يعني إسرائيل والأوقاف الأردنية والأطقم الفنية لطرفين سوف تبدأ عملها قريبا المهم برأينا هو تغيير السياسة الفلسطينية ويجب أن تكون هناك مناشدة من القيادة الفلسطينية إلى جمهورة الفلسطينية بتهدية الخواطر حتى الآن لم نرى أي مناشدة فلسطينية إلى الشعب الفلسطيني بوقف تنفيذ عمليات التاعن وعمليات الداهز وما إلى ذلك في الحرم سيد جندلمان هو المتشددون اليهود لا يزالوا يدخلون إلى منطقة الحرم بعيد أمتار عن المسجد الأقصى ويقومون بهذه الجولات الاستفزازية لا علاقة لهم بهذا المكان هذا مكان للمسلمين يقومون فيه بأداء شعائرهم الدينية ماذا يفعل هؤلاء هناك؟ أولا يجب أن أصححك لأن هذا المكان جبل الهيكل هو أقدس مكان للديانة اليهودية منذ أكثر من 3000 عام لأن في هذا المكان تم بناء الهيكلين الأول والثاني واليوم يوجد في هذا المكان المسجد الأقصى والحرم الشريف ونحن نحتارم ذلك لا يمكن وصف كل يهودي يدخل لزيارة هذا المكان أقدس مكان لنا بأنه متشدد ولكن الذي يقيم الشعائر الدينية هناك أليس متشدد برأيك؟ غير مسموح لليهود بأداء الصلاة في هذا المكان يسمح لهم وفقا لترتيبات الواد القائم بالزيارة هذا المكان ولكن لا يسمح لهم بأداء الصلاة صلاة الصلاة مخصصة فقط للمسلمين ولكن للأسف الشديد بعض الأطراف الفلسطينية والعربية المتشددة تريد أن تستغل هذا الموقف هي تهاجم هؤلاء الزوار ولذا رأينا كل هذه عمال الشغب التي رأيناها في الأسفل لماذا لا يهاجم السائح الياباني أو السائح الهولندي؟ أنا شفت مئات السياح الذين يدخلون إلى منطقة الحرم بشكل سلمي وشكل سياحي لتقطون الصور لماذا ليس هناك اعتراض على هؤلاء بينما يعترضوا على المتشددين اليهود هناك من يحاول أن يقيم المعبد برة أخرى هناك ناس تدعو إلى هذا الأمر لا توجد أي دعوة لإقامة الهيكل الثالث وهذه هي الحقيقة للأسف عندما يعتقد بعض المتطرفين الفلسطين بأنه زار معين هو يهودي يتم الاعتداء عليه على الفور طبعا الياباني لا يمكن أن يتم التفكير بأنه يهودي ولكن عندما يعتقد هؤلاء المتطرفون بأن وفد أو بعثة معينة هي بعثة يهودية طبعا يتم الاعتداء عليهم ولذا للأسف هم بحاجة إلى حماية ولكن المشكلة تكمن في التطرف الإسلامي الذي يرفض الاعتراف بأن هذا المكان مقدس والتطرف اليهودي هذه زيارات الاستفزازية لهذا المكان لماذا استفزازية؟ يسمح لليهود بأن يزوروا هذا المكان ولكن هذه الأطراف الفلسطينية متطرفة تريد أن تمنع كل يهودي من زيارة هذا المكان خلينا نحكي عن الإجراءات السياسية والوضع السياسي الآن هناك حديث عن التهدئة ولكن ليس هناك أي حديث عن خطوات عملية فعلية لدفع المسار السياسي للأمام لماذا؟ توجد طبعا جهود نحن نبذلها يوما بعد يوم رئيس الوزراء نتنياو قدع أبو مازن للمرة الألفة أتقد بأنه عليه أن يعود للمقفاوضات فورا وبدون شرط المسلقات قال اليوم هو مستعد ومازال يمد يده أوقفوا الاستيطان ودعونا نجلس على الطاول أهلا وسهلا فليعود إلى المفاوضات أنتم مستعدين توقفوا الاستيطان انظر قضية المستوطنات يجزل تجزى من المفاوضات يوجد حل لهذه القضية حل بسيط نسبيا وهو موجود في إطار المفاوضات ولكن الطرف الفلسطيني بالغير من هذه التسريحات الإيجابية يرفض التفاوض معنا هذه الحقيقة منذ سبع سنوات يرفض الطرف الفلسطيني التفاوض مع إسرائيل على أي قضية وطبعا عندما جمدنا البناء في المستوطنات تلبية لطالب الفلسطيني قبل خمس سنوات أعتقد الطرف الفلسطيني كان يرفض العودة إلى المفاوضات هو طلب تجميل طلق التجميل ولكنه لا يزال يرفض التفاوض فمن يريد السلام ومن لا يريد السلام هل سيتلقى الإيقاف الإيقاف الاستيطان بشكل كامل في الأراضي المحتلة البناء يتم فقط في الأحياء وفي المناطق التي ستكون دمن حدودنا نحن لا نبني مستوطنات جديدة أو بلدات جديدة أو قرى جديدة إطلاقا نحن نبني فقط في المناطق التي ستكون دمن حدودنا والسلطة الفلسطينية قد اعترفت بذلك قبل عشر سنوات ما المشكلة على أراضي 67 هذه أنظر أراضي 67 أو خطر وقفة لقنار من عام 49 هو موضوع قابل لتفاوض ولكن على الأرض نحن لا نرى استعداد الفلسطيني لتفاوض نحن مستعدون لتواصل إلى حلول في كل هذه القضاء بما في قضية المستوطنات أين أترف الفلسطيني؟ أترف الفلسطيني يقول أوقفوا الاستيطان في حدود 67 هذا شرط مسبق هل أنتم مستعدون لوقف الاستيطان على أراضي 67؟ هذا هو شرط مسبق الحل موجود في إطار المفاوضات يجب أن نتكلم ونتفاوض على هذه القضية لا يمكن أن نقدم شيئا من دون أن يكون هناك حل أترف الفلسطيني يقول اعتونا وعيتونا وعيتونا هل نعود إلى المفاوضات؟ لا يقولون بأنهم لا نعود فتوجد هنا مشكلة جذرية أترف الفلسطيني يريد خطوات إسرائيلية يريد بواد الحسنية يريد تنازلات ولكنه غير مستعد ليقدم أي شيء بدون استعداد فلسطيني للتفاوض كيف نصل إلى حلول؟ شكرا لك أوفير جندلمن المتحدث باسم رئيس الوزارة الإسرائيلي بنيامي نتنياهو مشاهدين نهاية هذه